شايماء كانت قلقهنا على زوجها وبعدين قعدت تتصل عليه كتير ما بيردش وبعد كده راح تتصلت بمرض صاحبه هو زعل منها جدا وكلمها على التليفون وبدأت الطلاقات يحلب بالطلاقنا ما تسألش عنه أو ما تكلموش مرة تانية يا شايماء زي ما أنت بقولك قبل الفاصل أن الحكمة يعني مطلوبة دايما هي ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا مش على طول الواحد يعني طبيعي أنك زوجة تقلقي على الزوج لكنه يبقى قلق عاقل أكيد فيه مكان للعمل وأكيد لو الأمر زاد عن الحد هيبقى فيه سؤال بشكل معين ممكن كنت أخلي ولد وأخوي الطم عليه بدل ما أنا أدخل نفسي بالصورة دي فهو يحس أنه محرج قدام زميله ومرأة زميله أنك أنت عمالت دوري عليه بالنسبة بقى للأيمان اللي هو أم بالحلف بيها بيسأل عنها الزوج يستعلم عنها في دار الإفتاء كما هو منهجنا في قلوب عامر ولابد أن نحن ندور عن الأسباب الأسباب الخفية وراء الجفاء أو بعض الجفاء في طريقة التعامل اللي حدريك بتتكلمي عنها ونوجد لها حلول وأهم الأمور اللي ما كونش زنانة ما كونش بقى على طول أنت رحت أنت جيت أنا اتصلت بك أنت مردتش ده مش لطيف يعني ده شيء مش معكر الواحد يحس أنه متحاصر مش طريقة يعني حتى لو كان ده بدافع الحب لازم عقلي يبقى صاحي أبقى بسأل عنه بحساب وما عداش الوقت اللي يؤدي إلى القلق الشديد أو يدلي خليني أتصل بالناس بالليل وقات بزوجة صاحبه يعني أنا بس عايز أهون عليك الأمر أما لو كلمك الزوج مرة تانية وما فتحش الموضوع ما تفتحيش الموضوع ده في ساعة صفة تقولي له أنا ربما أكون تصرفت تصرف ديئك لكن كان هذا من فرط القلق كنت قلقان عليك فكنت عايزة طب من أنت فين أخبارك إيه فسامحني يعني في التصرف ده ويروح يسأل فيه الأيمان اللي هو يعني تلفز بها ونسأل الله السلامة يعني ما هواش عيل صغير يا شيماء الأمور تبقى بحكمة أكثر من ذلك عشان ما نعملش مشاكل ملهاش لازمة وبرضه هو ليه وضعه وسط زميله هو مش عايز يخدش هذا الوضع أنا بحاول بس أصور لك ليه هو انفعل الانفعل الشديد موسيقى موسيقى موسيقى